الموت لأمريكا الموت لإسرائيل لا ماتت أمريكا ولا ماتت إسرائيل مات الشعب اليمني عشرات الآلاف من القتلى اليمنيين الذين ماتوا والذين يموتون يوميا ولا أمريكا اقتربت من هذه العصابة الإرهابية ولماذا تقترب منها وهي التي صنعتها القرذ عبد الملك الحوثي يبيض ذهبا لقد استلمت أمريكا من السعودية والإمارات وقطر ما يزيد عن تريليون دولار وما زالت الخزينة مفتوحة لكثير من هذه الدولارات وسببها هذا الجرذ الذي يخوض هذه الحرب باسم اليمنيين وهي ضدهم قال والد الشيخ المبعوث الأممي قبل أن يقدم استقالته أنه توصل مع أطراف الصراع في اليمن لمقترحات وافقت عليها جميع الأطراف المعنية ولكن في نهاية المطاف تنكرت لها عصابة الحوثي ورفضتها وقال والد الشيخ أيضا أن هناك تقارير يومية تفيد موت اليمنيين نتيجة للفقر والجوع والأمراض ونتيجة لآلة الحرب التي تحصدهم يوميا وقال هناك أطراف تعتاش من الحروب وتجارة السلاح واستغلال الأملاك العامة لأغراض شخصية لماذا تصر جماعة الحوثي على قصر اليمنيين في حرب هي ليست حربهم ولماذا تقودهم إلى حرب مفتوحة لا نهاية لها لأنها أصبحت أداء من أدوات إيران في المنطقة إيران التي تريد مع الأمريكان والصهاينة أن يعيدوا تقسيم المنطقة العربية تحت ما يسمى بالشرق الأوسط الجديد لم تعد اليمن ولم يعد اليمنيون طرفا في هذه الحرب بل تحولت إلى إحدى الساحات الأساسية لصراع شرس ومتوحش الحوثيون ومعهم الإخوان المسلمون أصبحوا أدوات وأذرع ووكلات خارجية على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي الإخوان يقودون حربا في اليمن كما يقودونها في مصر ضد بلدانهم وضد شعوبهم لأنهم أصبحوا أداء من أدوات الصهيونية في المنطقة العربية لا يهمهم الوطن ولا تهمهم الشعوب وهم يتحالفون اليوم مع جماعة الحوثي يتحالفون مع هذه العصابة والمرجعية الأساسية والرئيسية أمريكا وإيران والأداة الرئيسية الرابطة بينهم دولة قطر نقلت الأطراف الإقليمية والدولية صراعاتها إلى اليمن عبر الوسطاء المحليين المتمثلين بجماعة الحوثي وجماعة الإخوان المسلمين وهؤلاء تقار للأسلحة وأمر للحروب ليس فقط في اليمن كما قلت ولكن في مناطق متعددة حينما تبحث عن الصراع في ليبيا فستجد الإخوان المسلمون وراء هذا الصراع ووراء استمراره وكذلك في تونس وفي العراق وفي سوريا وفي مصر وفي اليمن وأينما يوجد الصراع إلا وكانت جماعة الإخوان هذه الجماعة التي زرعتها الصهيونية ذات يوم هي التي تقود الفوضى في المنطقة العربية وفي بلدانها اليمن تعيش طاحونة هذه التجارة القذرة ويئن الشعب اليمني للأسف الشديد من ويلاتها كانت عصابة الحوثي الإرهابية حينما تمردت على النظام والقانون تزعم أنها تدافع عن نفسها وأنها لا تريد التوسع في بقية المحافظات الأخرى وعلى حساب المناطق الأخرى في اليمن وأنها إنما تخوض هذا الصراع أو هذه الحرب لأجل الدفاع عن نفسها لكنها اليوم أوضحت بما لا يدع مجالا للشك بأنها عصابة إرهابية تعمل من أجل الصهيونية وتعمل لصالح الأمريكان من أجل أن تجعل يد أمريكا تتحرك في المنطقة وتكون اليد الطولة وتستطيع أمريكا أن تتخلص من أزمتها الاقتصادية بالحصول على مزيد من الأموال من منطقة الخليج تحديدا حينما دخلت هذه العصابة إلى صنعاء قال الجر عبد الملك الحوثي منتقدا بيان مجلس الأمن الذي دع الحوثيين إلى سحب المسلحين من صنعاء ومداخلها معتبرا أنه موقف يدعم الفساد في اليمن يا للعجب يتحدث عن الفساد ويتهم مجلس الأمن بأنه يدعم الفساد في اليمن هاجم هذا الجرذ الولايات المتحدة معتبرا أن بيان مجلس الأمن إنما يتماشى مع السياسة الأمريكية التي تدعم الفساد وتقف إلى جانب الفساد وتدعم سياسة الإفقار والتجوية يريد أن يقول بأنه يعمل ضد أمريكا وما هو مشاهد على أرض الواقع بأن أمريكا والحوثية ما هي إلا أداة من أدوات الأمريكان في المنطقة وقد سمعنا الكثير من السفراء الأمريكيين السابقين واللاحقين وهم يتحدثون عن مظلمة هذه العصابة سواء أثناء تمردها وخروجها على النظام والقانون أو في هذه الأيام التي أيضا تخوض حربا ليس فقط على اليمنين وإنما تخوض حربا تهدد المنطقة بأسرها كان يتحدث عن الفساد هذا الجرذ والعميل الصهيوني وقاد البلاد إلى حرب أهلكت الحرث والنسل وأحلت الجوع والفقر وعطلت الخدمات الأساسية وتوقفت المرتبات ونهبت البلاد وانتشرت الأمراض عصابة تقود البلاد من حرب إلى حرب هل الآن للشعب اليمني ولقواه الحية أن يوقف هذه العصابة وأن يوقف المهزلة التي تقوم بها الولايات المتحدة الأمريكية وهل الآن للتحالف العربي أن يفقها بأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست ضد هذه العصابة وأن هذه العصابة الإرهابية ليست ضد أمريكا وليست ضد إسرائيل وإنما تعمل لصالحهما وهي تساعد الأمريكان بأن يحصلوا على مزيد من الأموال من دول الخليق نتيجة لهذه الحرب المفتوحة التي وصل الإنفاق عليها إلى ما يتجاوز التريليون دولار كيف نترك أبناءنا يهلكون في هذه الحرب وندفع بهم وهي ليست حربنا هي ليست من أجل التنمية وليست من أجل الديمقراطية وليست من أجل الإنسانية وليست من أجل لقمة العيش هي ضد كل هذا الذي ذكرته لقد صادرت أموالنا ومرتباتنا وصادرت حقوقنا وصادرت حرياتنا وصادرت كل شيء يمكن للإنسان أن ينعم به على وجه الأرض هي دعوة لكل المخلصين من اليمنيين لأن يثوروا على هؤلاء السفهاء الذين يقامرون بمصير اليمن واليمنيين ويقودونهم إلى الهلاك المبين أما الشعار الذي ترفعه هذه العصابة فهو شعار للاستهلاك وللتضليل كما قلت لقد رأينا على أرض الواقع بأن هذه العصابة ليس بينها وبين الأمريكان وليس بينها وبين الصهيونية أي عدى لعلكم تتذكرون وإذا لم تكونوا قد قرأتهم قريدة التوعية الثورية الحوثية في عددها رقم 63 فلتعيدون قراءتها مرة أخرى حينما قالت تريثوا قبل الحكم فنحن نقصد أن ثمت فرق بين الإماتة المادية والإماتة المعنوية ونحن لسنا بصدد الإماتة المادية لشعب أمريكا وإسرائيل هذا كلامهم في صحفهم هم لا يريدون الموت لأمريكا ولا لإسرائيل الموت المادي كما يقولون وإنما الموت المعنوي الموت الذي يضحكون به على أولئك السذاج الذين يدفعون بأبنائهم إلى محرقة لا تتوقف أبدت الولايات المتحدة الأمريكية موقفا واضحا من الجماعات المتشددة في اليمن سواء أثناء فترة النظام السابق أو ما بعده أو حتى يومنا هذا وصنفت كثير من المنظمات بل كثير من الأفراد على المستوى الشخصي صنفتهم ضمن الجماعات الإرهابية لكن مصطلح الإرهاب توقف عند جماعة الحوثي التي شحبت أصواتهم بالصراخ ضد أمريكا وإسرائيل عبر شعارهم الموت لأمريكا الموت لإسرائيل هذا الأمر يلفت الانتباه حول حقيقة عداء الحوثيين لأمريكا وإسرائيل وكما قلت فإن عبد الملك الحوثي هذا القرذ المختبئ تحت الأرض هذا الذراع الصهيوني الذي زرعته الصهيونية عن طريق إيران يبيض ذهبا لقد جعل من هذه الحرب وجعل من اليمني بابا مفتوحا للمئات المليارات بل لتريليونات من الدولارات التي تساق إلى خزينة الولايات المتحدة الأمريكية ولو لم يكن عبد الملك الحوثي لم استطاعت أمريكا أن تبيع كل هذه الأسلحة بتلك المليارات من الدولارات للمملكة العربية السعودية ولقطر وكذلك لدولة الإمارات العربية المتحدة ولست أدري إلى متى يقف التحالف دون أن يعيد النظر فيما هو عليه على الأرض وهو يدرك تماما إدراك ومن خلال التقارير التي أفصح عن الكثير منها بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتخذ قرارا ماديا واحدا يدين الحوثيين بأنهم جماعة إرهابية بل تمتنع أمريكا من أن تجعل هذه العصابة الإرهابية وهي حقيقة جماعة إرهابية لم تبادر الولايات المتحدة الأمريكية لضم هذه العصابة ضمن الجماعات الإرهابية وكما قلت صنفت الأفراد على أنهم إرهابيون لكنها لم تصنف جماعة الحوثي على أنها جماعة إرهابية حتى يومنا هذا كل تصريحات سفراء أمريكا حول جماعة الحوثي أنها فصيل سياسي يمني ولا بد من مشاركتها في الحياة السياسية ماذا نريد بعد مثل هذه التصريحات وهي ليست تصريح واحد من السفراء كل السفراء الأمريكيين الذين مروا على سفارة أمريكا في اليمن يرددون مثل هذه المقولة وهي بالتأكيد هي رأي منقول عن السياسة الأمريكية نحن نعلم بأن السياسة الأمريكية هي سياسة برغماتية تبحث عن مصالحها وهي لن تقف مع أحد مع أي طرف من الأطراف من أجل سواد عيونه هي تقف مع الأطراف بما يحقق مصالحها وهي اليوم تحقق مصلحة لم تكن تتوقع أن تقني منها تلك الأموال الطائلة كما هي من وراء جماعة عصابة الحوثي الإرهابية التي فتحت لها أبواب ليلة القدر وجعلت من هذه الحرب حربا مفتوحة لا نهائية جمعت من خلالها أموال طائلة وهي ما زالت مستمرة أيضا بجمع مثل هذه الأموال كما قلت ترفض الولايات المتحدة الأمريكية تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية في فترة النظام السابق كانت أمريكا للمشاهدين الكرام أذكر فقط الذين ذاكرتهم ربما خانتهم لبعض الوقت وألفت نظر أولئك الذين لم يقفون على هذه الحقيقة في فترة النظام السابق كانت الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا أثناء الحروب الستة وما قبل الحروب الستة كانت أمريكا تدعم عصابة الحوثي بثلاث مليون دولار شهريا بما يعني بأن هذه العصابة إنما هي أداة من أدوات أمريكا وذراع من أذرعها في المنطقة وهي ليست ضد أمريكا وليست أمريكا ضدها وعلينا أن نراجع اليوم الحقائق والوقائع على الأرض بأن هذا الشعار الموت لأمريكا لنرى أين المواقهة التي تمت بين هذه العصابة وبين أمريكا على العكس من ذلك السفارة الأمريكية محمية من قبل هذه العصابة وهي التي تحميها حتى هذه اللحظة ثم كم عدد الأمريكان الذين واجهتهم هذه العصابة كم عدد الإسرائيليين الذين واجهتهم أيضا هذه العصابة لا يوجد بالمطلق أي مواقهة على العكس من ذلك هناك تناغم وتناسق بين الأمريكان وتناغم وتناسق بينهم وبين جماعة الحوثي هذه العصابة الإرهابية التي تقتل الشعب اليمني وتدمر بنيته التحتية وكذلك تصادر حقه في الحياة هي تعمل لصالح الأمريكان ولصالح الإسرائيليين وهنا على جميع القوى الحية في اليمن أن يستشعروا هذا الخطر ويتوقفوا عن مهزلة الخلافات المجانية التي يديرونها فيما بينهم وكذلك على التحالف العربي أن يعيد النظر في علاقته مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تسوق له رأيا وتمارس رأيا آخر مع هذه العصابة الإرهابية أكتفي بهذا القذر وألقاكم في حلقة قادمة أستودعكم الله وإلى لقاء يتجدد